السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة اخترنا لكم أفضل العملات التي لها قيمة سوقية صغيرة ومشروعها محترم ومن الممكن أن تعمل إكسات ممتازة ممكن أن تصل حتى لإكس عشر أو أكثر هذه العملات قيمتهم السوقية لا تتجاوز 30 مليون دولار كسبيل عملة الفايت نتحدث عليها عملة LTO عملة الفيو هناك بعض العملات الغير موجودة على بايننس موجودة على منصة البنك إكس مثل عملة JT Protocol التي تشتغل في الذكاء الاصطناعي وسنشرح مشروعها كذلك كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة على مشروع عملة اللاير إي آي موجودة على منصة البنك إكس بالنسبة للناس التي تريد أن تفتح حساب أو تبدأ التداول فأفضل منصتين أشغل عليهم حاليا هي منصة البايننس ومنصة البنك إكس من بين أفضل العملات التي تكون فيها جواهر تكون عملات لها قيمة سوقية صغيرة ثم عندما يتم إدراجها على بايننس نجدها ترتفع بشكل كبير وتصل قيمتها السوقية وتتجاوز المئتان مليون دولار فكل الروابط التي تحتاجونها الرابط المباشر للتسجيل على منصة البنك إكس في وصفة الفيديو أو في أول تعليق هنا يمكنك فقط عندما تقوم بتفعيل حسابك على البنك إكس ستحصل على 10 دولار وإذا أدأت وأكملت هذه المهام ستحصل على اختصامات وستحصل على دعم فني من منصة البنك إكس منصة مشهورة هي السبونسور الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي كذلك بايننس غني عن التعريف يعني بأفضل منصتين حاليا أشغل بهم فبالنسبة للسوق حاليا الموجة لازلت مستمرة والصعود لازل مستمرة بالنسبة للناس التي تسأل على وضع السوق ماذا يمكننا أن نفعل أقولها لكم بصارحة العبارة على أنني لازلت في السوق ولا زلت أستشمر ولا زلت أمتلك عملات وأهداف التي كنت قد وضعتها في الأول ضعفتها لما حصل هذا التصحيح تحددت معكم بشكل واضح ليس هناك مثلا أقول لك إذا حدث كذا ممكن أن ننزل إلى هنا أو إذا حصل هذا ممكن أن نصعد هنا فنتحدث بشكل عام على أن هذه الموجة لازلت لم تنتهي وعندما يحصل تصحيح فيكون تصحيح فرعي لا يكون تصحيح بنهاية هذه الموجة الإيجابية وهناك من يقول ما هي الموجة الإيجابية البران هو أصلا موجة إيجابية موجة إيجابية ضخمة ونحن نعيش موجة إيجابية كبيرة العملات عملت إكساس محترمة ولازالت هناك عملات ستعمل إكسات ممكن تصحيح إكس ستة إكس سبعة إكس عشر ولازلت محافظة لعملاتي وأنتقل بين العملات وأحاول أن أستغل العملات التي لها قيمة صوقية صغيرة خصوصا التي سنتحدث عليها خلال هذه الحلقة فلما سندخل في التصحيح الذي سينتهي معه هذه الموجة الإيجابية أنا داك سأقول لكم أني خرجت وقللت المخاطرة بشكل كبير وبقيت مستشمر مثلا 10% من رأس مالي أما الآن صراحة مستشمر في السوق ولازلت أنتظر أهداف كبيرة بالنسبة للناس قبل أن ندخل للحديث على العملات التي لها قيمة صوقية صغيرة والتي ممكن أن تعمل إكسات محترمة لأن القيمة الصوقية تلعب دور كبير أسئلة كثيرة على عملة الأربيترون من العملات التي لها مشروع قوي وتصنيفي لها صنف أول تقييمي لها تسعة ونصف عشرة لم ترتفع بذلك الشكل الكبير ما السبب؟ بالنسبة للأربيترون مشروع قوي وضروري ستأخذ نصيبها وستسعى بالنسبة للناس التي مستشمر في هذا المشروع حافظوا على استشماركم الفانطوم كانت تقريبا قبل هذا الفيديو الأخير كنت قد تحدثت عليها كثيرا وقلت لكم على أني واضح هدفي فيها لواحد دولار وأكثر وصلت لأكثر من واحد دولار تقريبا واحد فاصلة سبعة عشر سنت كنا قد تحدثنا عليها كثيرا كما نتحدث للعملات التي لم ترتفع لحدود هذه اللحظة تحدثنا على الفانطوم حققت لنا أهداف ممتازة والحب لله لما كانت ما بين تسعة عشر سنت لعشرين تلاتين سنت وصلت لأكثر من واحد دولار مبروك للناس التي كسبت من عملة الفانطوم ولا تنسوا دائما بلايكاتكم وتعاليقكم لأن تعاليقكم تحفزنا كثيرا لكي نضع لكم فيديو في ضرف وجيز ونبحث لكم أكثر على عملات ممكن أن تكون فيها الفرصة خلال هذه الفترة فبالنسبة لعملة الفايت عملة الفايت من العملات الموجودة على البايننس لو نرى سعرها الحالي ثلاثة سنت القيمة السوقية للعملة لا تتجاوز 34 مليون دولار فقط يعني قيمة السوقية صغيرة الفوليوم اليومي فعلا هو قليل مقارنة بمشروعها ومقارنة بموجودة على بايننس يعني 1.6 مليون دولار سركلة سبلاي مليار والتطل سبلاي مليار السبب الذي جعلني أتحدث على هذه العملات هذه العملات نسوها فترة طويلة وقيمتهم السوقية صغيرة نرى مشاريع عادية وارتفعت فما بالك بمشاريع تكون مثلا تصنيفها هذه العملات التي أتحدث عليها يعني تصنيفي لها 7.5 لا يمكن أن أضعهم في الخانة الأولى أو الخانة الثانية هذه العملات لا تضع فيها ذلك المبلغ الكبير ولكن مشروعها محترم موجود على بايننس موجود على بينك إكس موجود على المنصات محترمة لا يمكن مثلا للبايننس أن تقوم بإدراج عملة مشروعها فاشل فالفايت من العملات التي لها بلوكتين تقريبا مثل البلوكتين الخاصة بالفانطوم من نوعية الدك ورأيت أن العملة فترة طويلة لم يتم رفعها وقيمتها السوقية صغيرة جدا كانت وصلت تقريبا لـ 35 سنة العملة وحاليا سعرها 3 سنة من العملات التي ممكن أن تسعد نحن لا نعطيكم نصيحة استثمارية لا نتحمل مسؤولية في خسارة أي مستجمير فقط نحاول أن نتقاسم معكم المشاريع المحترمة وليست المشاريع النصابة أو المشاريع السكان وهذا ما تعودتم عليه منذ سنة 2016 ونحن على نفس العمل والحمد لله بالنسبة لتاني العملات عملة LTO عملة LTO Network قيمتها السوقية 79 مليون دولار يعني اخترت لكم تقريبا حوالي 6 أو 7 عملات كل شخص هو ميولاته في بعض المشاريع فالقيمة السوقية للعملة تقدر بحوالي نقول 80 مليون دولار الفوليوم اليومي هو 7 مليار دولار سركلة سبلاي 426 مليون والماكس سبلاي محدد في 500 مليون العملة موجودة على أكبر المنصات من بينهم منصة بايننس وكذلك موجودة على البنك إكس قيمتها السوقية لا شيء ولم ترتفي بذلك الشكل الكبير لو نرى حتى الالتايم هاي الذي كانت وصلت إليه كانت تقريبا اقتربت من الواحد دولار تقريبا نقول 89 سنت وحاليا سيرها 18 سنت وقيمتها السوقية لا شيء ومن الممكن أن تظهر فيها الإيجابية وهذه العملات كما قلت لكم دائما القيمة السوقية عندما تكون صغيرة هنا ممكن أن تأمل العملة إكسات محترم مشروعها مشروع محترم ننتقل لتالت عملة تالت عملة هي فيو بروتوكول فيو بروتوكول سيرها الحالي 4 سنت الماركت كاب هي 32 مليون دولار فقط الفوليوم اليومي 6 مليون دولار سيركلة سبلاي 723 مليون والتطل سبلاي محدد في مليار موجود على أكبر منصات من بينهم باينانس كذلك العملة لديها بلوكتين خاصة بها لايروان موجود على أكبر المنصات لو نرى الماكس لكي لا نطيل خلال هذه الحلقة سنحاول ما أمكن في قادمة الحلقات أن نعطيكم العملات التي لها قيمة سوقية ممكن أن نرى موجة في هذه العملات التي لها قيمة سوقية صغيرة والتي موجودة على باينانس يعني تقريبا الالتايم هاي كانت وصلت لحوالي نقول 45 سنت وحاليا في مستويات متذنية ولم ترتفع بذلك الشكل الكبير قيمي لها سبعة ونصف على عشر العملة الأخرى هي جيتي بروتوكول جيتي بروتوكول سعرها الحالي 3.38 سنت القيمة السوقية 29 مليون دولار فقط الفوليوم اليومي محترم يعني 16 مليون دولار التوطل سبلاي والماكس سبلاي محدد في 75 مليون فقط أما السيركلي تن سبلاي هو 8.5 مليون لو نرى الأول تايم هاي العملة من العملات التي ظهرت جديدة يعني تقريبا ظهرت خلال هذه السنة العملة ليس لديها نقول ظهرت في 2022 يعني إذن العملة لازلت لم تحقق لنا أول تايم هاي العملة كانت وصلت تقريبا لخمسة فاصلة تسعة وتلاتين ثم نزلت للتصحيح على ثلاثة فاصلة تمانية وتلاتين العملة غير موجودة في الباينانس موجودة على منصة البينك إكس فرابط التسجيل في منصة البينك إكس الناس التي ليس لديها حتاب هذه فرصة حتى تحصل كذلك على دعم وتحصل على بونيس واختصامات في المنصة فالمنصة محترمة ولديها رخص من ويث والتحدة الأمريكية وتدعم كل الدول بالنسبة لإشتغال عملة جديد بروتوكول هو الإي آي وشاهدنا عملة الإي آي أين وصلت يعني أبرز عملة حاليا في الإي آي وأولها وبالنسبة لتبقى أول عملة في الإي آي هي الفيتش وتاني عملة بالنسبة لي هي الآجيكس يعني هذا شيء واضح وتقييمي لهم الفيتش والآجيكس 9.5 العشرة سنف أول في مجال الإي آي بالنسبة لجديد بروتوكول تقييمي لها 7.5 العشرة كذلك ذكرت لكم في الحلقة السابقة عملة لاير إي آي كذلك مشروعها محترم وقيمتها السوقية 19 مليون دولار فقط الفوليوم اليومي 12 مليون دولار فقط والماكس سبلاي محدد في 3 مليار لو نرى الماكس الخاص بعملة لاير إي آي دهها كانت ظهرت تقريبا في 2023 من شهر مارس كانت وصلت تقريبا إلى 12 سن ثم نزلت صححة حوالي تقريبا 1 سن ثم صعدت لتقريبا نقول 8 سن ثم صححة حاليا إلى 6 سن كذلك مشروعها محترم وموجودة كذلك على منصة البينك إنكس غير موجودة على منصة البايننس بالنسبة لعملة أخرى عملة البيرجر لم نراها مرتفعة منذ فترة طويلة وهذه العملة من أول العملات التي تشغل البايننس سمارتشين أول منصة المركزية تم إنشاؤها على البايننس سمارتشين هي لعملة البيرجر تشغل الآن عدة خدمات NFT Play2Earn الميتافيرس يعني مشروعها يعني تكذلك 7.5 محترم قيمتها السوقية بلا شيء 27 مليون دولار الفوليوم اليومي نقول حوالي 3 مليون دولار الماكس سبلاي محدد في 61 مليون أما السيركليتين سبلاي 33 مليون العملة موجودة على بايننس حاولنا هذه الحلقة أن نتحدث لكم على عملات لها قيمة سوقية صغيرة وهذه العملات لا أقول لكم على أن هذه أفضل عملات أو أقوى العملات بل هذه تحدثنا عليها لأن قيمتها السوقية صغيرة ومشروعها محترم ليس بذلك المشروع الذي ممكن أن نقارنه مع سولانا أو الانجكتيف بروتوكول أو أفالانش أو مثلا العملات الفايل أو الأبطس لا تلك العملات تصنيفي لها صنف أول 9.5 عشرة أما هذه العملات تقييمي لها 7.5 عشرة نحاول أن نعطيكم بالأرقام لكي تعرفوا أنتم كم تستشمروا وكل شخص كم يضعف أما هذه العملات لا أضع فيها تلك السيولة الكبيرة يعني هي فعلا ممكن أن تعطينا إكسات كبيرة وكذلك فعلا ممكن أن تصحح علينا بشكل كبير ولكن أرى على أن أسعارها صراحة مناسبة ولم ترتفع منذ فترة طويلة فهناك بعض الناس تسألني لما لم تعود تتحدث على أفالانش أو سولانا أو الانجكتيف بروتوكول أو هذه العملات لو تلاحظون على أن هذه العملات أعطيتهم وقتهم الكافي لما كانوا في أسعار 10 دولار 8 دولار كذلك سولانا الانجكتيف الفانطوم يعني هذه العملات أعطيناها حقها في الوقت المناسب في الوقت الذي يجب عليك أن تشاريه لا نحب أن تحدث على عملة أصلا ارتفعت وتحدثنا عليها سابقا وحققت أهداف كبيرة يعني أفالانش وصلت لـ 60 دولار عملة الأفالانش وكما تلاحظون الحمد لله الكلام الذي نقوله على أي عملة عندما نمدحها ليس من جانب الحب أو من جانب العاطفة بل من جانب الأرقام ومن جانب ما وصلت إليها الأفالانش الأفالانش من العملات القوية وصراحة عندما سيتم تقنين هذا المجال الكثير من العملات ستختفي لن يبقى لها موجود من ستبقى المشاريع القوية هي التي ستبقى لأنه ليس تقريبا وصلنا نقول حاليا الكونجيغو 13476 عملة لا يمكن أن نستخدم كل هذه العملات كوسيلة الدفع لا يمكننا أن نستخدم كل هذه العملات في آن واحد ممكن أن نستخدم منهم مثلا 200 أو 300 بخلق المنافسة أما هذا الرقم فهو كعدد كبير وكل مرة وكل يوم تخرج حوالي 50 عملة وكذلك احضاروا من العملات الجديدة ليس كل مشروع جديد ترونه تريدون الاستشمار فيه يجب عليك أن تبحث في العملة وتبحث في فريق العملة لأن فريق العملة هو الذي سيعطيك مرآة المشروع إذا وجدت أن فريق العملة كانوا مثلا في الأتريوم كانوا في الدوت كانوا في فريق الكاردانو كانوا في فريق مثلا سولانا ثم خرجوا الشمع وعملوا مشروع لهم هنا ستعرف على أن المشروع سينجح كسبيل مثال مثلا أبتوس وسوي خرجوا من مشروع ليبرا من عملة الفيسبوك من أبرز المطورين ثم عندما أتوا لمجال العملات الرقمية طبقوا لنا فكرة ونجحوا فيها نجح مشروع الأبتوس والأبتوس بالنسبة لي ممكن أن تتجاوز لـ 20 دولار وحتى عملة سوي نجحت ففريق العملة هو اللائب الأساسي في استثمارك ركز لي على فريق العملة ويجب أن يكون فريق العملة له رابط في هذا المجال مثلا تجد أنهم مطورين مثلا في المركزية طوروا تطبيقات وعملوا مثلا كانوا يعملون في جوجل أو مايكروسوفت أو مثلا في شركة الألعاب مثلا مثل سامسونج أو يوبيسوفت هناك علاقة لا مثلا تستشمر في فريق العملة هذا مثلا كان في مجال التصويقي في شركة معينة أو هذا صحيف فنادق أو هذا كان طباخ لا يجب أن يكون فريق العملة له علاقة بالمشروع ليس بالمشروع بالمجال العملات الرقمية أو تجد فريق العملة كما قلت لكم من خيرة المطورين كاردانو كذلك من العملات التي لازلت لم ترتفع ممكن أن تعود لأسعارها التي كانت فيها ممكن أن تعود لـ 3$ عملة كاردانو كاردانو قيمتها السوقية مرتفعة ورغم قيمتها السوقية المرتفعة ترتفع وكأن قيمتها السوقية 10 مليون دولار فهذه الحلقة حاولنا أن نتحدث لكم على العملات التي لها قيمة السوقية صغيرة وممكن أن تعمل لنا إكسات محترمة فهذا كل ما لدينا إذا أجبتكم هذه الحلقة أردتم أن نشارك معكم مثل هذه العملات فتعليقاتكم تهمنا وتحفز هذا الفيديو للظهور لعدد أكبر من المشاهدين كل الروابط التي ستحتاجونها للتسجيل في منصة بايننس أو البينك إكس أو الحصول على بطاقة افتراضية أو حقيقية للاشتغال بها للشراء عبر الأنترنت أو شيء من هذا القبيل فكل الروابط في أسفل أو في وصف الفيديو تنشف العيش لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته